خمسة في ستة بتلاتين ازاي نجيب التلاتين او نتعامل معاها ازاي يعني خمسة في ستة دي او تقسم او تدرب او تعمل معادلة ازاي حصة تعليمية للحساب على طريقة المصري القديم والعقلية المصرية بتاعة التاريخ الفرعوني والحسابات ازاي قدروا يقدموا الحسابات بالطريقة دي فكرنا ان احنا لانه زي ما قلت لكم الكتاب اللي بيصير الجدل في العالم count like Egyptians او احسبها زي طريقة المصريين او ادرسها او اتعلمها طيب ازاي كتاب ده عامل اثارة جدا للجدل ده وصورة الكتاب زي ما انتوا شايفينها على الهوى وبيقولك احنا ليه في العالم مش بنعرف نحسب زي المصريين دول اسهل واحسن ده اللي خلانا هنا نعمل حصة حصة في التاسعة ومعايا الصبورة البيضة الحلوة دي هشرح لكم كل حاجة وحيكون معانا في الشرح ابن المصريين دكتور خالد غريب واستاذ المصريات كلية الاثار جامعة القاهرة مساء الخير يا دم مساء الخير على حضرتك count like Egyptians الكتاب ده ازاي يعمل الدجة الشديدة الكتاب اولا هو دجة موجودة ولكن خلينا ابدأ بحاجة قديمة سنة 56 رحمة الله عليه الاستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح قدم رسالة الدكتورالي التربية والتعليم في مصر القديم تعامل فيها وشرح فيها كل ما كان فيه المصريون يتميزون بعبقرية الزمان والمكان عبقرية الحساب كان يقول جملة لطيفة قوي حين تحسب فكن هادئا ولا تدع صوت يسمع اه يعني انت ادخل الحسابات بالراح على فكرة يحسب بالهيروغليفي حسب حسب هي نفسها نفسك خلينا حاجة احنا النهاردة يمكن من ضمن الحصة ان حتى انا بتقول مصطلحات مصرية قديمة لازالت مستعملة الغادة الوقت مستعملة في الحساب لان افلاطون قال ان جحوتي اللي هو واجهة الكتاب او الغلاب بتاع الكتاب اللي قدامنا كاونت لايك جيبشنز قال ان جحوتي هو اللي علم العالم الارقام والحساب خلينا نقول للناس انه ده جحوتي ده الملك المصري لا ده المعبود المصري ده بمناسبة شعار جامعة القاهرة بزد شعار جامعة القاهرة وهو اللي علم وفقاً لفلسفة اليونان بالضبط فلسفة اليونان قالوا أنه ما تعلم وكان بيعيب على اليونانيين أنه ما تعلموش من المصريين للحاجات دي